ناقش وكيل أول محافظة الحديدة ولد القديمي ومعه قائد محور حيس العميز زايد منصر مع موثلي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشاء السيد سانتوس آلية نقل النازحين من منطقة الحيمة الساحلية بمدرية التحيطة إلى مكان آمن بمدرية الخوخة جنوب المحافظة وأكد الوكيل القديمي على ضرورة تجهيز مخيم نموذج يستوعب الجميع بمن فيهم الفارين من مناطق التماس خلال الفترة القليلة الماضية مشددا على ضرورة وضع التدابير اللازمة لإيواء النازحين ومعالجة كافة قضاياهم من جانبه عبر سانتوس عن شكر المنظمة وقياداتها لقيادة السلطة المحلية بالحديدة على التسئيلات الكبيرة التي تقدمها من أجل تنفيذ أنشطتها وتدخلاتها الإنسانية ما يعزز الشراكة الإنسانية بين المنظمة والسلطة المحلية حضر اللقاء مدير عام مديرية التحيطة حسن هبيق ومدير عام مديرية الخوخة سالم عليان ومدير الوحدة التنفيذية بالمحافظة جمال مشرعي